صح 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 ص عطائه توقف بيشعر فيها أنه حياته توقفت إيقاع الحياة المنتجة أصبح بطيء جداً. اليوم إحنا بنحكي للأشخاص بأنه بالعالم الأجنبي والغربي الشخص لما بيتقاعد بيشعر أنه حياته بدأت. بيبدأ يصرف من أموال التوفير بيبدأ يسافر بيبدأ يركز على علاقته بشريكة حياته. بعكسنا إحنا العربة بنشعر أنه سن التقاعد هي المرحلة النهائية. فاليوم بدأنا نحاول ندردش بموضوع متلازمة الرجل المتقاعد. هلأ أشوفوا بالمجتمعات الغربية مضبوط طريقة تعاملهم مع النفس وإحتياجاتها مختلف تماماً عن كيف نحن نتعامل مع حالنا. بس كمان نظام التأمين هناك والتقاعد يعني بيكفلوا لهم حياة طيبة وكريمة. هون للأسف الشديد بعض الأشخاص بس يتقاعد بالطر بدأ يشتغل أي شغل. ممكن ما يكون بليء بمقامه حتى لأنه راتب التقاعد يزبوط فيه أسرته. هلأ قبل ما ندخل موضوع التقاعد يقول لك هالثلافة اللي صارت مبارح. أيوة. ماخدين زوزو يصبح. حلو. ففي ست قاعدة جنب جوزها. هاي الست واضح إنه هي جداً متفانية بيبي مع أولادها. ما أخدتهم ثلاثة أولادة عندما أخدتهم هيك على زاوية البركة وبتغني لهم أغاني آدم ومشمش. الزلمة ما خلى ست مارأة غير تبص بص عليها. أن جدت أحكيه وهديك حرام بالماء بتغنيه. وهديك بطرف عينها شايفة. هذا الأنشاء والأمر. شايفته. هلأ أنا استفزني الموقف يعني مش من باب الفضول بس من باب إني أنا تحرقصت صورت بدي أتابع التفاصيل. بقول كيف الست مرات بتهون عليها حالها. ما خلى بقولك المهم إجت قالت له حبيب نروح نتغدى. قالها لأ أنا مش جعان روحي أنت خدي لأولاده روح. وأنا قاعد هون. لسه باكير لأنا بلسه باكير. راحت مسكينة من أول ما راحت ماسك موبايله راها فهو على المسجات وتليفونات. ماسجز وتليفونات. إجت حط موبايله ما دقره. الست عرفته المرأة المرأة التي تضحك وهي تبكي عرفت الست اللي مش مش رسمة عيونها حزينة نفسها حزينة عم بتدفش الحياة تفيش وعم بتساير العمر مسايرة عشان هالثلاثة ولاد اللي عندها وعشان تكون بنوظر حالها يمكن الأم المثالية. وهو ابتسام ما بتسملها ابتسام ما بتسملها فأنا بنظري هذا المشهد مرة أحلام مستغان مئالة وكم عانس في بيت الزوجية أنا كان أصدق أحكي هاي القصة لكل صبية يبدأ أو تبدأ تعاستها ومأساتها مع الاختيار الخاطئ بس لأنه بنات عماتي وبنات خالاتي تجوز وأنا بدي أعمل عيلي. الاختيار المناسب عن جد رهف وهي الشغلات بتبين ما تؤدي لي لا. لا طبعا بتبين. شو رأيك؟ وأنا بصراحة في شغلة بداية عليها. إحنا يمكن أوقات بصحصح منعطي نصائح للنساء لما يكون جوزك بخير لما يكون جوزك نسوانجي لما يكون جوزك ممكن ما ما عم يعطيكي التقدير اللي أنت بتتوقعي أو التقدير اللي أنت بتستاهليه. ولكن المشكلة إنه عدد كتير كبير من السيدات مغلوب على أمرهم. عدد كتير كبير من السيدات مش حدا ضاغتها إنها تضل بهاي العلاقة. هي نفسها بدها تضل بهاي العلاقة الزوجية. وتعتقد بأنه هاي الأمور هي نزوة. ما في رجال ما بيتطلع لبرة. عادي أنا برح أضل مع بيتي وعيلتي وأسرتي. أنا اللي بقوله أنا بحترم جداً الست اللي يعني بتئسى على حالها وبتئسى على قلبها وبتضل مستمرة بهالنوع من العلاقات. بس أنا بقولك ما تستسلمي. يعني ما تخلي الطاصة ضايعة زي ما بيقولوا بهالبيت. دائماً حاربي من أجل أنوثتك ومن أجل علاقتك الناجحة مع زوجك. وما تفكري بأنه إذا جبتي ولاد هم بس رح يكونوا مبسوطين إنك تكوني أم جيدة وصالحة. أنا بحس الأولاد كمان بهمهم إنك تكوني زوجة ممتازة والأب بيكون زوج ممتاز. إعلاقة الأم والأب مع بعض كتير بتأثر على الأولاد. في اللحظة اللي بتنكسر صورتك بمرأتك وبتتشوه صورة نفسك الداخلية. لا بتقدر تكوني أم ولا زوجة ولا صديقة ولا جارة ما بتقدر تكوني حالك. عمرك ما تقبلي بإهانة الكرامة أمام عيونك. طبعاً. ودام عيونك. بس أنت ما عملت إشي بالدات الصغيرة تفرجت عليهم. أنا قاعدة رهف قلت خلينا أشوف شو بده يصير. روحوا مش كله روحوا. قلت أنا شو معاعدني. يلا لو يعزمونا على الغتا كان روحنا فتمنش رحالي. كان عرفت بصيل نفسي. هلأ شو في رهوفتي. آه ستناديا. أنت بدك تناقش نقطة مهمة اللي هي أنه الرجل في هاي اللحظة الحاسمة بس يتقاعد. أول إشي خلينا نتفق على مصطلح. متقاعد لا تعني متقاعد. هاي تم تداولها المصطلح أو التعبير على مواقع التواصل. صحيح. لو مش موجود. هي بداية مرحلة جديدة. أنت بترتاح فيها نفسيا تقدر تمارس هواياتك تقدر عنجد يعني أفنيت أحلى سنين عمرك وحياتك وإنت عم تخدم باللي حواليك. إيجا الوقت أنك أنت تدير بالك على حالك. الست بتنضغط من جوزها بحالتين إذا كان متقاعد. أول واحدة إذا كانت امرأة عاملة. ليه؟ لأنه هي مش قادرة تتحمل الضغوطات الخارجية من الشغل ودخل عليها واحد بداية. بده يعكرسلها حياتها واحد. اتنين بتنضغط وبتكون فعليا الحاسمة إذا هذا الرجل بيبلش يدخل على المطبخ. هي ما عندها مشكلة بأي ركن من أركان المنزل. يدخل على البيت ويقولها حطي بهار زيادة على المقلوبة هون قد يحدث الطلاق والانفصال الرسمي. يعني شفنا العديد من السكاتشات الكوميدية اللي بتجسد حال العلاقة الزوجية بعد تقاعد الرجل. سواء كانت الست عاملة أو غير عاملة دائماً منلاقي بأنه عبارة الملح كتير بالأكل. أنت ما بتعرف يتطبخي. يريت لو تسخنوا الأكل بهاي الطريقة فجأة بيصيروا هناك رجل غريب على هاي السيدة على فكرة. لأنه مش متعودة على هاي الشخصية مش متعودة على هذا الكائن اللي لاحقها من غرفة لغرفة وعم بيراقبها وعم بيحاول يغير سلوكياتها. النقطة الأولى اللي بدي أحكيها لإلك كرجل. أنت لما تتقاعد لازم تكون عارف بأنه هاي السيدة وخصوصاً إذا كانت ربة منزل هي سيدة هذا المنزل. هي صالها عشرين وثلاثين وأربعين سنة مسيطرة عم بتقسم أولوياتها عم بتقسم حتى الميزانية في بعض الأوقات. عم بتقسم المسئوليات. أنت كنت لما كنت تشتغل تروح ساعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة تلاقي الأكل جاهز البيت مرتب كل شي نضيف. فموضوع أنك تتدخل بسيستم حياتها ونظام حياتها اللي صالها ماشية عليه عشرات السنين. هذا يعني مش مسموح ومش بسيك رح يوجع لك راسك رح يسبب مشاكل. هلأ بالنسبة للسيدة أنا هون بطلب منها إنها تساير الرجل بشكل أكبر. يعني إحنا لما بنقول بأنه تخيلوا معنا رجل خصوصا إذا كان بمنصب إداري كمان عالي بنهاية خدمته. هو بيكون حاسس بأنه يملك الكون. هو صاحب القرارات هو مكتبه دائما مليء بالناس. وفجأة يعني هذا الضجيج يختفي. وبيصير حاسس حاله لحاله بيصير حاسس حاله الناس حتى عم تطلع عليه نظرة مختلفة. فلهيك أنا بقول أنه أنت كشريكة الحياة واجبك واجبك أنك تسايري أكتر. كمان تعطيه جرعة حنان. إحنا كإناث أنا دائما بحس أنه لدينا القدرة على إعطاء الحنان والودفئ للأشخاص اللي حولينا. فاعتبري واحد من ولادك بهاي الفترة. حني حنحني عليك. حنحني. هاتوا لكم قصة صاحبتي مرة دخلت على البيت كانوا أبوها و أمها قاعدين. أبوها زلمة متقاعد. تمام. نسيت إنها تلفزيون فكرت راديو مثلك. هيك عم انتليه. هلأ بقول لك ليش؟ ليش؟ تعرفي السلافة. دخلت ليس دخلت على أبوها و أمها قاعدين بها البيت في حالة من الصمت المطبق وحالة من الملل وحالة من الكآبة والفتور. شو في يا جماعة الخير قاعدوا ولا همسة مرة نص ساعة ساعة طب يا جماعة افتحوا التلفزيون قدوا التلفزيون نحضر إشي ولا حياته لمن تنادي كل واحد حط النظارة منزلها ماسك الموبايل وقاعد بي تك تك. عينه بورقته. عينه بورقته. الكلمة أمها اسمها سميحة. الكلمة الوحيدة لقلتها سميحة. قال ما هو لو واحد بالصين ارتفع ضغطه بقوله مقلوبة سميحة. هلأ شو كانت الفكرة؟ من كترة ملح. هاي هي قصة سميحة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. سميحة أمين. سميحة مش عارفة. ولا أنا أم محمد. أم محمد. أيوة. هلأ وححكي لك إشي عن الجمال بس أنت قولي. شوفي أنا بدي أذكر الناس اللي هلأ بدوا يحضرونا سواء عبر شاشة عمان تيفي أو هوا راديو راتانا أو حتى لايف على فيسبوك بأن اليوم عم نحكي عن متلازمة الرجل المتقاعد. نعرف إنه هاي واحدة من المشاكل الاجتماعية اللي بتواجه الأسرة وللأسف بعض الأسر بتتعامل معها باستخفاف. يعني يمكن إحنا مش كلياتنا عندنا الوعي قدي ممكن الكلمة تجرح قدي ممكن النظرة الداية قدي ممكن سنة من السنين تمر على أسرة ما يكونوا ضحكوا فيها مرة. يعني أنا بالنسبة لي طبعا مبارح وأنا عم بقرأ على موضوع متلازمة الرجل المتقاعد قرأت مقالة بتحكي عن بيوت لا يدخلها الحب حتى في الأعياد. يعني حتى العيد بيجي وبروح عادي ما في وما تستغربوا بيكون الإبن ما باس أبوه أو الأمة عبطة ولادها لأنه إقاع البيت بارد. هذا الحكي ما بيصير من فراغ هذا الحكي تراكمي. إنت لما بوقت أبوك يكون مكسور متدايق شاعر بتغيير كبير وما يلاقي حنان وعطف بالأسرة هو ما رح يقدر يعطي حنان. إحنا دائما منقول مظبوط أمك وأبوك بيحبوك حب غير مشروط ولكن الحياة كمان بدها أخدوا عطا هم بيحبوك ولكن هل رح يعرف يقولك أنه أنا بحبك إذا أنت غايب إذا أنت مش موجود إذا أنت كل ما حكى معاك بتتنفتر فيه ليش بتسألني أنا كبيرة ما حدا يسألني. فواحدة من المشاكل اللي بتصير أو واحدة من التغيرات اللي بتأثر على الأسرة هي الأب لما يتقاعد لما يقعد بالبيت. بالنسبة لأخصائي النفسيين أو أخصائي علم النفس بيقولك هاي فترة المفروض أنه الأب يقضي كواليتي تايم مع أولاده وزوجته. لازم يكون في قبول من الأطراف الثانية أنه الوضع الآن تغير. هذا الرجل رح يكون موجود معانا بالبيت ابدوا فكروا بأنشطة وفعاليات تعملوها كأسرة عشان توطدوا العلاقات بينك وبينه وتحسسوه شوي بيعني ما بدي أقول عدم أهمية موضوع التقاعد ولكن آه تحسسوه أنه لا هلأ الحياة رح تصير أحلى بدون شغل بدون التزام بدون صحوة بكير. يعني كلامك هيك هزني عجد هزني كتير رهوف لأنه اللي قلتي صح وأنا عمري ما فكرت فيه إحنا تدفق والحب اللي مناخده من أهلينا واللي بنعيشه ببيوتنا وحبهم إلنا غير المشروط مناخده فورغانتر زي ما قالت رها في بعض اللي بيوت حبيت جملة إيقاعها بارد. آه حضرة من وراي المهمة الخفيفة البلدة اليوم ما شاء الله عليها بتذكروا من ورانا كتير حلوة شغلتي رهوفتي. هلأ شوفوا أحكي لكم شغلة بعدين طلع لنا بأغنية يقدمرنا مرة أب حكى لأبوه مرة أب حكى لأبنه بيوم تخرجه ما عايدوا المعايدة التقليبية عم بيسلم عليه كان قال له عشان بس أذكركم قديش أباكنا بيحبونا. قال له أنت بتتذكر لما أخذتك على الحضانة أول يوم وكنت تبكي؟ قال له أوه قال له أنا وقتها ضليت قاعد لدى ع الدرج ساعة ونص بعد ما أنت دخلت. قال له طيب قال له أنا لليوم قاعد ع الدرج. يا الله إذا أنت بحاجة لأيلي أنا لليوم قاعد ع الدرج. هلأ شوفوا بدي أحكي لكم موقف صار مع أحلام مستغنمي لأنا دائما من المتابعات لها. صح. بنطبق أيضا على موضوع الجمالي قبل شوي راهب ذكرته وبنطبق على موضوع الشخص المتقاعد. رح أعطيك حل من الحلول هو يمكن ضمني بس بدي أذكرك فيه. أحلام مستغنمي كانت رايحة على البيت. حلو المهرجان اللبناني اللي كتير أسماني عنه. أنا ما أعتقد لأنه كانت رايحة على بيروت بنفس هالفترة فأي أسيوم دي يعني. المهم هلأ هي طبعا كاتبة جزائرية معروفة إحنا كلنا بنحبها ونحترم شخصها الكريم ونحترم قلمها. بتقول لك كانت بالمطار سافر من الجزائر إلى بيروت. بيروت. قالت شوفت ثلاث بنات. بحلوا عن حبل المشنع. وهاللبس وهالأكسام والشعر عاملين بوني تيل وكذا وميكوب. فقالت أطلع أنا عليهم أقول وان شوفوا ما أحلام شوفوا أنا كيف كبرت. والتجا عيد مليانة بوجهي وكذا وهدول الصبايا لسه بأول طلعتهم كانوا يضحكوا الثلاثة وينكتوا وكذا. فبتقول نوعا ما يعني إفرحت لهم بس فرح خبيث. شارك بالغيرة. من جوة كان في عندي غيرة. بتقول المهم طلعنا على هالطيارة. بتقول أنا بسافر بالدرجة الاقتصادية مش بالدرجة السياحية لأنه هي مؤمنة بأنه الفرق بالتيكت ألف دولار. ألف دولار اللي ممكن تسافرك من الجزائر إلى لبنان بأربع ساعات. الفرق يعني تسافر أنت بزنس. ممكن يعيشوا عائلتين أو ثلاثة لمدة شهر فبالتالي يعني حسبتها منطقية فقالت أنا بسافر إيكونومي. دخلت على باب الطيارة إيجا شخص قال لها ست أحلام مستغامي والله إحنا بنحبك ونعشق كتاباتك وكذا فغيرلها رقم مقعدها أقعدها بزنس. التلات بنات وين أقعدوا؟ بزنس. إيكونومي. إيكونومي تمام. فبتقولوا أنا قاعدة هيك قاعدت بزنس هيك اكتشفت اكتشاف بأنه هي بتمبسط عندما ينتصر قلمها على قوامها. قالت ما في إشي بيوقف في ظلم الجمال وفي جبروت المال إلا أن تكون محبوبا. فأنت أيها المتقاعد استثمر بعلاقاتك الاجتماعية واستثمر بولادك واستثمر بمرتك لأنه هدول هم أفضل من سيبقى لك بعد ما تحس حالك وحيد أن تكون محبوبا. يعني عليك. والله بناخد الحياة فورل جرانتد. طبعا وبعدين دي أقول لك شغلة المحبة ما إلها علاقة بالنجاح. يعني بعض الأشخاص بيفكروا أنه أي شخص ناجح فهو شخص محبوب. مضبوط. أنا دائما بقول أنه يمكن فيه أشخاص كتير ناجحين. ولكن سبحان الله ربنا معطيهم عدة مهارات ولكن أنا دائما بقول اللي ربنا بيعطيه نعمة أنه بيحبب الناس فيه هاي أهم نعمة. لأنه شو ما اشتغل سواء كان ممثل مغني إعلامي مهندس. إذا أنت شخص عندك قبول الناس بتحبك الناس بس تدخل عليها بتحس أنه إجا فلان ما بيتدايق وشوف من إجا بتضيق تصير يهرب منه. أنا بحس من أهم النعم اللي ممكن أنه ربنا يعطيها للبني آدم. فإذا أنت كنت شخص محبوب استثمر بعلاقاتك. وأنا هلأ لما نادي قالت على موضوع العائلة بالنسبة للرجل المتقاعد. لازم كل شخص فينا يعرف المربع الأساسي بحياته. هاي اسماتها من شخص. قال لي أنا عندي ناس وعندي معارف وعندي أمور عديدة باستمت طاقتي منها. ولكن فيه إشي اسمه الكور يعني الأساس. هذا هو العمود الفقري للبني آدم. مش العمود الفقري العضوي العمود الفقري النفسي للبني آدم. اللي بيعطيك. هم مربع. فيه أشخاص من ضمن هذا المربع. هدول الناس اللي استثمروا فيهم أكتر إشي. فيه هلأ ست بعتت لنا ميسج على إمبوكس عندي على فيسبوك كتير حلوة. شو بتقول؟ أخدت استوحتها من مقالة كتبت مرة في جريدة الرأي عن الرجال المتقاعدين. شوفوا شو آلت. آلت هؤلاء الرجال الذين نستحي أن نتذمر من عصبيتهم وقلقهم وعنفوانهم هم آباؤنا على فكرة وأزواجنا وإخواننا. الذين أفنوا أجمل أيام حياتهم في صبيل أن نصل إلى الصلابة التي وصلنا إليها. هؤلاء ليسوا أرقاما إضافية ولا أنفاسا عالية الصوت تزعج روتينية أيامنا المتشابهة. إنهم أعمدة البيت التي شبت فيها أجسادنا وأحلامنا. دعونا لا ننسى ذلك.